في قصة وحكاية النهاردة الصبح كده صحينا على قصة وحكاية ليه علاقة بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية حوار صحفي أجرى كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في إحدى الصحف الإيطالية اتكلم عن الإنجاز بالفوز بدوري أبطال أوروبا والأرقام التاريخية اللي بيحققها مع النادي المالكي في السنوات الأخيرة وتسأل على مونديال الأندية في أمريكا بمشاركة 32 نادي وبالتأكيد البطولة دي بيشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل إفريقيا في آخر 3 نسخ من آخر 4 سنوات وكانت المفاجأة بالنسبة للصحافة الأوروبية لأن المفاجأة اللي قالها أنشلوتي النهاردة بالنسبة أن احنا هنا في قناة النادي الأهلي ما كانتش مفاجأة لأن احنا قلنا الأرقام المالية اللي قالها أنشلوتي النهاردة من حوالي شهر ولكن الجزء اللي يهم الجماهير المصرية تحديدا في الحوار اللي قدامكم صورة منه على الشاشة مع إحدى الصحف الإيطالية قال فيها قارلا أنشلوتي إيه؟ ريال مدريد لن يشارك في كأس العالم للأندية مباراة واحدة للريال بتساوي 20 مليون أورو فيفا يريدون منحنا هذا المبلغ طوال البطولة ومثلنا سوف ترفض عدد من الأندية دعوة فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية أعتقد تصريحات واضحة جدا قالها النهاردة كارلا أنشلوتي في إحدى الصحف الإيطالية طبعا الرقم اللي قاله أنا بالنسبة لي مش مفاجأة لأن الأرقام دي أنا كنت اتكلمت فيها من حوالي شهر رغم أن كل الصحف الأوروبية وتحديدا الصحف البريطانية قالت كلام عكسي كلامي إطلاقا وقالت كلام وأرقام كبيرة جدا لدرجة أن الأرقام اللي قالتها الصحف البريطانية كل المواقع المصريكة مهتمة جدا بنقالها لكن هنا دايما ما بنتعاملش مع الوكالات الأجنبية أو الوكالات الإخبارية في أوروبا إن هي كلامها مصدق يعني اللي بتقال هناك نكتبه هنا ونقوله هنا لازم يكون عندنا مصادر وإحنا الحمد لله هنا والفضل لله يعني عندنا مصادر في الكاف وفي الفيفا ومصادر رسمية مش أي مصادر ومصادر في أماكن كبيرة وفي مناصب كبيرة فلما بناخد منهم معلومة بتبقى معلومة مصدقة وموثقة والكلام ده أنتوا تأكدتم منه رسمي في آخر 3-4 سنين ما في معلومة بنقولها على الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي هنا من برنامج التريند إلا ما بيثبت صحتها بعد عدة أيام أو أسابيع أو شهور عموما كارلا أنشلوت تتكلم على أن جايزة البطولة لفريق ريال مدريد لو دخل شارك في البطولة ووصل للأدوار النهاية هتبقى حوالي 20 مليون يورو طيب ريال مدريد على طول في أقل من ساعة رد في بيان رسمي والريال النهاردة لما يرد في بيان رسمي أعتقد بي تبقى إشارة واضحة جدا لتفاصيل هنعرفها في الفترة اللي جاي ريال مدريد على حساباته الرسمية نشر بيان وإعلان رسمي أل في إيه وقضمكم هذا البيان على الشاشة يعلن نادي ريال مدريد إنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في موسم عشرين أربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين لذلك سيتنافس نادينا كما هو مخطط له في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهرنا حول عالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد بيان النادي الملكي كان حاسم وفاصل في مسألة مشاركة نادي ريال مدريد ولكن بيان ريال مدريد لم ينفي تصريحات قرلا أنشلوتي بخصوص المكافآت اللي تكلم عليها مدرب الريال الريال قالها شارك وأنا معلوماتي أن الأندية الأوروبية هتشارك وفي مساعي من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد لزيادة نسبة المكافآت في الفترة اللي جاي والفيفا بيحاول قدر الإنكاني يرفع من نسبة مكافآت البطولة ولكن تصرحات كارلا أنشلوتي النهاردة اللي بالمناسبة كمان أنشلوتي على حساباته الرسمية وعلى منصة إكس نزل توضيح فيما معناه يعني قال فيه وعلى الشاشة هو يمكن ده على الأكاونت الشخصي لأنشلوتي على منصة إكس قال فيها في مقابلتي لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية فيفا بالطريقة التي كنت أقصدها لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن اهتمامي من رفض إمكانية اللعبة في بطولة أعتبرها فرصة عظيمة لمواصلة القتال على الألقاب الكبيرة مع ريال مدريد برضو أنشلوتي بيتكلم على أنه ما قالش أو يقصد أن الريال مش هيشارك ولكن إحنا هنا بقى لنا وقفة تانية خالص ليه؟ كل اللي بيتكتب في الصحف الإنجليزية سواء في التايمس البريطانية أو الاندبنتت وكل الوكالات الأوروبية في موضوع الجوائز أنا بأكد لكم وبقولي الكلام ده بأكتر من شهر مش صحيح والفيفا مش هيغامر في فكرة أن يدي جوائز للبطولة دي أكتر من الجوائز اللي هيديها للمنتخبات في كأس العالم وآخر نسخة لكأس العالم للمنتخبات في قطر اللي اتنظمت في ديسمبر 2022 كان لها قيم محددة بدأت من 9 مليون دولار وانتهت بحوالي 42 أو 40 مليون دولار والمعلومات اللي قلتها هنا في برامج التريند يوم حلقة 8 مايو كانت فيها أرقام رسمية اتعرضت في اجتماعات رسمية لللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي تعالوا نسمع ونشوف احنا قلنا ايه قبل شهر على شاشة قناة الأهلي والأرقام اللي قلناها هي النهاردة اللي تم رصدها في إحدى الصحف الإيطالية عبر حوار رسمي تم إجراؤه مع مدر بريال مدريد كارلو أنشلوتي نتابع المكافئات أنا سمعت أرقام كتيرة وحتى صحف بريطانية اتكلمت على فكرة أن زي صن قالت نظير المشاركة هتاخد 40 مليون سترلين لا كلام ده كله مش حقيق الأرقام كام؟ المشاركة في مونديال الأندية في الفيفا 20-25 في الولايات المتحدة الأمريكية هتبدأ نظير المشاركة بس من 6 إلى 9 مليون دولار الرقم اللي هيدفع للأنديال المشاركة من 6 إلى 9 مليون دولار الناس هتقول الرقم ده قريب من الرقم اللي بتاخده المنتخبات المشاركة في كاس العالم الأندية للمنتخبات الكبيرة اللي تلعبت آخر نصحة في قطر آه هو ده الرقم فكرة أنها هتشارك وتاخد 40 مليون سترليني الكلام ده مش حقيق على فكرة نظير المشاركة عشان بس خلاص تقطع التسقرة وتسافر أمريكا أنت بتتكلم من 6 إلى 9 مليون دولار بس حطيت رجلك في البطولة طيب هتلعب في دور المجموعات هم 32 نادي هيتقسموا على 8 مجموعات كل مجموعة فيها أربع أندية الأول والتاني من كل مجموعة هيتأهلوا لدور السبتاشر الكاسبان بيكمل لدور الثمانية وفيه نظام النقاوت الخاسر بيخرج على طور دور السبتاشر دور الثمانية السيمي فاينال الفاينال والتالت والرابع زي نظام كاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين طيب أنا شاركت وخدت الرقم المقترح من 6 إلى 9 مليون دولار طيب كسبت وتأهلت لدور السبتاشر ودور الثمانية 15 مليون دولار مجموعة الجوائز هتزيد لـ 15 مليون دولار وصلت السيمي فاينال الجوائز هتوصل لـ 25 مليون دولار سواء فائز أو خسر وصلت فاينال بتتكلم مينموم 30 مليون دولار تاني الجوائز بتبدأ من 6 مليون دولار نظير المشاركة عشان توصل فاينال وتاخد البطولة بتتكلم الحد الأدنى 30 مليون دولار دي الأرقام اللي صدرت في آخر اجتماعات للاتحاد الدولي ووصلت لينا الحمد لله بشكل حصري بنقولها لحضراتكم والكلام ده لا تكتب ولا اتقال في أي مكان رغم من الصحف الإنجليزية قالت أرقام أنا بقول لكم بعيدة تماما عن الواقع بعيدة تماما عن الواقع الأرقام اللي اتقالت في زاسان وفي التايمز البريطاني يعني كل اللي اتكتب في المواقع الأوروبية كان كله غلط النهاردة لأول مرة مسؤول رسمي في سياق تصرحاته يقول الرقم القريب جدا من الأرقام اللي احنا قلناها من شهر 20 مليون دولار ده إمتى ده لما توصل سيمي فاينال فهي الأرقام بالنسبة لريال مدريد حسب موصف ده كارلا أنشلوتي أرقام طبعا بالنسبة له يعني هو لو راح لعب مباراة أو اتنين في جولة في الولايات المتحدة الأمريكية جولة وديها ياخد فيها رقم زي ده فهي أكيد الأمدية الأوروبية بتضغط عشان زيارة الأرقام وفي ضغط بيحصل لزيارة الأرقام والاتحاد الدولة لغاية دلوقتي مش قادر يعلن المكافئات الرسمية لأنه عنده أمل أن يتم ضخ أموال من خلال الرعاة في منطقة الخليج العربي لرعاية هذه البطولة وده اللي بيحصل في الأيام اللي جاية وده اللي ممكن يأجل معاد أرعة البطولة والمعاد المقترح اللي كان هيتعمل في شهر سبعة لنهاية السنة خد بالك الأندية اللي اتأهلت لكأس العالم للأندية لغاية دلوقتي حوالي 29 نادي متبق تلات أندية بطل الدوري الأمريكي وناديين أعتقد من كوبا لبرتادوريس بطولة أمريكا الجنوبية فالمعاد المقترح كان للأرعة في أول سبعة بعد اللغط اللي بيحصل في موضوع المشاركات والأرقام المالية ممكن ينتظر لنهاية السنة ولكن أنا عايز أأكد لحضراتكم فكرة إنك خلاص بقى تبدأ تتابع وتشوف البكتب في أوروبا وتبقى أنت رد فعل لازم نغير النظرية دي لازم يكون عندنا مصادر لازم نسأل الناس في الفيفا نسأل الناس في الكاف نشوف الناس بتشتغل إزاي فنهاردة اللي اتقال من قرلة أنشلوتة أعتقد يعني اتأكد بما لا يدع مجل الشك إن كل كلمة قلناها من شهر زي ما سمعتم معايا في الفقرة اللي عرضناها كانت مؤكدة بنسبة 100% عموماً هننتظر ونشوف الملف ده إيه اللي يحصل في الفترة اللي جاية ولكن الفيفا لسه شغال على الملف ده في ورشة عمل اتعاملت مع الأندية الإفريقية اللي خلاص تأكد تأهلها ومشاركتها في ورشة عمل اتعاملت مع النادي الأهلي مع نادي التراجي التونسي مع ممولد سانداونز امتى بقى سفر الأندية المشاركة عشان تعمل يعني ورشة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص لوائح البطولة وبخصوص متابعة الفنادق والتنقلات كل ده يحصل في الفترة اللي جاية لكن البطولة فيها أرقام إن شاء الله بإذن الله تكون موفقة على الأقل للأندية الإفريقية طبعاً النهاردة بعد تصرحات أنشلوتي وقبل بيان ريال مدريد أنا قريت حاجاتكم بداية بقى على السوشيال ميديا الريال يعتذر ففرصة البعض ممكن يضمن أو يطلب المشاركة طبعاً أكيد السوشيال ميديا فيها كلام كتير سواء في إطار الكوميديا أو في إطار إيه الناس بتقلش على بعض لكن طبعاً الريال خطع بشكل حاسم يعني موضوع المشاركة وأكيد الريال هيكون على رأس الأندية المشاركة في البطولة ولكن هيبقى فيه بقى مناقشات واقتراحات في الأيام اللي جاية بخصوص الأرقام المالية وزيادة قيمة الرعاة والتصويق والأمور التجارية في هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر